البكتيريا 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 عندها أربع حاجات أساسية عندها سيلول مسؤول عن حمايتها عندها سيتوبلازميك ميمبرين وده بنعتبر مخ البكتيريا اللي بيحدد إيه الحاجات اللي تعدي عندها كروموزوم وده شايل المعلومات الرئيسية اللي البكتيريا محتاجاها وعندها ريبوزومس وده مصنع البروتينات الحاجات دي أساسية أساسية أي حاجة تانية بنقول عليها ممكن يبقى عندها أغلفة زيادة إيد بتمسك بيها رجل بتتحرك بيها كل دي حاجات زيادة نبدأ بالجينوم الDNA بتاع البكتيريا البكتيريا عندها DNA أساسي وممكن يكون عندها DNA زيادة الDNA الأساسي وهو النيوكليويد ما قلناش عليه نيوكلياس لأنه مش نيوكلياس مفيش نيوكليار من برين هو مجرد كروموزوم واحد سيركولر دابل ستراندد أند اسسينشيال يعني أساسي لأنه شايل كل احتياجات أو كل معلومات البكتيريا الأساسية ممكن يكون عندها دي إن إيه زيادة بنسميه البلازميد وده زيادة وموجود بره الكروموزوم سيركولر دابل ستراندد وكان ريبليكيت اندبندنت لي يعني يقدر يتقاصر أو ينقسم بعيدا عن الكروموزوم ريبوزومس البكتيريا هي مصنع البروتينات ومختلفة تماما عن الريبوزومس اللي في خلية اليوكاريوت مختلفة من حيث الوزن وزن ريبوزومس البكتيريا 70S S for Svettberg Unit وزن ريبوزومس اليوكاريوت أو خلايا الإنسان 80S ريبوزومس البكتيريا 70S مقسومة large sub unit 50 small sub unit 30 وفيه أدوية بتشتغل على الجزء ده وأدوية بتشتغل على الجزء ده في بعض البكتيريات بيبقى عندها inclusion granules أو storage granules أو دواليب أو سناديق بتخزن فيها الأكل الزيادة وممكن تخزن فيها الطاقة الزيادة ودي حالة نادرة شوية أشهر مثال الكورايني بكتيريا مديفتيريا اللي هي البكتيريا اللي بتسبب عدوى الدفتيريا أو الخناء البكتيريا دي عندها حبيبات في الأطراف اسمها volutine granules الحبيبات دي بتخزن فيها البكتيريا الغذاء الزيادة اللي هي مش محتاجاة عشان تستخدمه في وقت احتياجها السيتوبلازمك ممبرين هو الطبقة الداخلية المحيطة بسيتوبلازم البكتيريا زي أي سيتوبلازمك ممبرين زي السيل ممبرين بتاعنا مكون من فوسفوليبد بايليير ولكنه عند البكتيريا ليه مجموعة كبيرة من الفانيكشانز أو الوظائف الوظيفة الرئيسية هي الترانسبورت إنه هو يدخل الغذاء اللي البكتيريا محتاجاه والوظيفة التانية إنه هو يطرد الحاجات اللي البكتيريا مش عايزاها سراء كانت الحاجات دي مخلفات كانت الحاجات دي سموم او كانت الحاجات دي انزيمات هتهضم بيها البكتيريا الاكل او هتقضي بيها على المضادات الحيوية يبقى بيدخل اللي هي عايزاه ويخرج اللي هي مش عايزاه من ضمن وظائف السيتوبلازمك ميمبرين انه هو بيشارك او هو المسؤول عن اعادة تصنيع السيلول في حالة فقدانه لانه يحتوي على الانزيمات اللي احنا هنحتاجها عشان نعيد تصنيع السيلول كمان هو اللي بيحصل فيه انتاج الطاقة او التنفس وبالتالي هو بديل الميتوكندريا لان البكتيريا ما عندهاش ميتوكندريا بما انها بروكاريوت كمان بيشارك فيه عملية الديفجن او عملية الريبرودكشن عملية التقاصر لانه بيقسم او بيساعد فيه انقسام البكتيريا الى بكتريتين وليه دور في عملية الكيموتاجزيس او عملية استدعاء البكتيريا او عملية جذب البكتيريا للخلايا المناعية او الخلايا الالتهامية السيتوبلازمك ميمبرين بتاع البكتيريا فيه حتة كده اسمها ميزوزومس حتة متنية الجزء المتني اللي موجود جوه السيتو بلازميك من برين اللي احنا بنسميه الميزوزومس الجزء ده بيقوم بالوظفتين الجداد اللي احنا لسه قيلينهم اول حاجة الميزوزومس ده بيشارك في عملية بيساعد البكتيريا عشان تتقسم وتبقى بكتريتين والاهم ان هو ده المكان اللي بيحصل فيه وبالتالي هو ده بديل الميتوكوندريا عند البكتيريا analogous for mitochondria وبالتالي لو قل لك ايه بديل الميتوكوندريا اقول له ميزوزومس او اقول له سيتو بلازميك من برين السيلول هو الجدار الخارجي المحيط بالسيتو بلازميك من برين وظفته عند اي بكتيريا ان هو يوفر لها الحماية وفي اي بكتيريا المكون الرئيسي للسيلول هو مركب اسمه بيبتايدو جلايكان البيبتايدو جلايكان هو مركب معقد مكون من جزء اسمه جلايكان متوصل معاه بولي بيبتايدو جلايكان او بنسميها كروس بريدش البيبتايدو جلايكان وظفته الاساسية انه يخلي السيلول ده ريجد يعني صلب عشان يقدر يحمي البكتيريا في عالم اسمه هانس جرام اخترع صبغة او طريقة للصبغة سميناها جرام ستينينج الصبغة دي طريقتها ببساطة ان انا بحط لون بنفسجي صبغة لونها بنفسجي وبعد كده بسبتها وحاول اشيلها في بكتيريا خدت اللون البنفسجي وبق اسمها جرام بوزيتف وفي بكتيريا سبتها فلما ديتها لون احمر خدته وبق اسمها جرام نيجاتيف طب ليه الاولى خدت اللون البنفسجي وبق اسمها جرام بوزيتف وليه التانية مرضيتش تاخد او ثابت اللون البنفسجي بسهولة وبق اسمها جرام نيجاتيف الجرام بوزيتف والجرام نيجاتيف عندهم بالطايدو جلايكان بس في فرق جبير في تركيبة السيلويل الاتنين عندهم سيتو بلازمك مينبرين اللي مرسوم باللون الارنج سواء الجرام بوزيتف او الجرام نيجاتف الاتنين عندهم سيتو بلازمك مينبرين اللي هو فوسفوليبت بايليار اللي هو مخ الباكتيريا اللي هو بيعمل سيليكتف باينبيليتي الجرام بوزيتف عندها very sick layer of بيتايدو جليكان طبقة خينة جدا طبقات كتير من الببتايدو جليكان الطبقات الكتير دي بتوفر لها الحماية ولكن الجرام نيجاتيف عندها عند البوزيتف تقنها 50% من تخن الجدار عند النيجاتيف رفيع جدا الجرام بوزيتف كمان عندها care of they goic acid تايكويك اسد و Ralph Gunners وظيفتها Antigen يعني محفز لجهازنا المناعي يبقى البوزيتف عندها طبقة خينة من البطايدو جلايكان وعندها تايكويك اسد كمحفز مناعي يبقى الجرام بوزيتف عندها حكتين عندها سك بطايدو جلايكان وعندها مادة اسمها تايكويك أسد الجرام نيجاتيف عندها سن بالطايدو جليكان ولكن عندها طبقة زيادة طبقة خارجية هنسميها أوتر ميمبرين الغلاف الخارجي اللي اسمه الأوتر ميمبرين مصنوع من مادة اسمها ليبوبولي ساكرايد يبقى الأوتر ميمبرين مصنوع من ليبوبولي ساكرايد ودي مقسومة إلى لبد بنسميه لبد A and بولي ساكرايد اللي بد ايه ده بنسميه endotoxin أو سم داخلي يعني في حالة موت البكتيريا ممكن يطلع ويعمل مشكلة كبيرة وعندها بولي ساكرايد بنسميه O ساكرايد أو بولي ساكرايد O وده Antigen يعني محفز مناعي ما بين طبقات الجرام نيجاتيف فيه سائل عامل زي الجل بنسميه بيريبلازم السائل ده يحتوي على مجموعة من البروتينات والإنزيمات اللي بتوفر للبكتيريا extra protection يبقى الجرام نيجاتيف عندها سن بالطايدو جليكان وعندها بيريبلازم وعندها طبقة خارجية اسمها Outer Membrane اللي هي اللايبوبولي ساكرايد والبكتيريتين قدروا يوفروا لنفسهم البروتيكشن بطريقة أو بأخرى باختصار الجرام نيجاتيف عندها سيكبتايدو جليكان والنيجاتيف عندها سن زائد غلاف خارجي اسمه اللايبوبولي ساكرايد أو Outer Membrane في النهاية الجرام نيجاتيف بانت باللون البنفسيجي والجرام نيجاتيف بتبان باللون الأحمر مع الجرام ستينينج طب ايه وظيف السيلول؟ السيلول وظيفته الرئيسية عند اي بكتيريا انه هو يوفر لها الحماية يحميها من ضغط السوائل ما يخليش المية تخرج منها ولا يخلي المية تدخل لها لانه أزموتيكالي إنسنستف ما بيتأثرش بضغط السوائل كمان السيلول هو المسؤول عن الشيب هو اللي بيشكل البكتيريا على شكل كوكاي قروية أو باسلاي عصوية أو سبيرة الحلزونية السيلول مسؤول عن الستينينج زي ما قلنا الجرام ستينينج ليه دي بوزوتيف ودي نيجاتيف بسبب الفرق في تركيبة السيلول وكمان بيشارك في عملية الديفيجن في عملية الانقسام زيه زي الكروموزوم وزيه زي السيتوبلازمك منبرين في عملية الانقسام السنائي أو الباينري فيشن في بكتيريات بنسميها سيلول ديفيشنت بكتيريا يعني بكتيريات ما عندهمش سيلول عندنا نوعين من البكتيريا اللي ما عندهش سيلول بكتيريا اسمها مايكوبلازمة وبكتيريا تانية اسمها إلفورمس المايكوبلازمة هي بكتيريا ربنا سبحانه وتعالى خلق لها السيتوبلازمك منبرين بتاعها يحتوي على ستيرول دي البكتيريا الوحيدة اللي عندها ستيرول في السيتوبلازمك منبرين وبالتالي المنبرين قوي مش محتاجة سيلول عشان كده دي البكتيريا الوحيدة اللي ناتشيراليدفويد في سيلوول يعني مولودة من غيره وبالتالي عمرها ما هتكونه أبدا وبما إن ما عندهاش سيلوول فهي طبيعي كده مقاومة للبنسلين والأدوية اللي بتشتغل على السيلوول وهتلاقيها بليومورفك متعددة الأشكال لإن السيلوول هو اللي بيشكل البكتيريا وهي ما عندهاش سيلوول القل فويمس هي تجربة جبنا بكتيريا عندها سيلوول حطينا عليها بنسلين أو ليزوزايم ففقدت السيلوول ولكن هي في الأساس كان عندها سيلوول فلو ادتها فرصتها هتعيد تصنيع السيلوول تاني يعني ممكن ترجع تصنع سيلوول تاني بعكس المايكوبلازمة اللي عمرها ما هتصنع سيلوول أبدا احنا تكلمنا كده عن الحاجات الأساسية اللي في تركيبة البكتيريا هقولك بعد كده إن البكتيريا ممكن يكون عندها إيد اسمها باللاي ممكن يكون عندها رجل اسمها فلاجلة ممكن تستخبى في الظروف الصعبة الكلام ده إن شاء الله هنعرفه مع بعض الفيديو اللي جاي